في طبيبة اسمها دكتورة سمر طبيبة بيطرية من صغرها بتهتم بالحيوانات وعشقها وصلها المرحلة انها تبقى طبيبة بيطرية دكتورة سمر بتهتم بالحيوانات لحظت ان مؤخرا ومع كورونا انتشرت شائعات غير حقيقية بتقول ان الحيوانات الاليفة في البيوت بتنقل كورونا فكل واحد كم ربي كلبة او قطة في البيت رح رميه في الشارع عايز اقول لك دي مشكلة دي اقرب للانسان لما ترميه من بيت الى طفل شاوره لان الحيوان الاليف لجوه البيت انت عودته على نظام اكله هو ما بيدورش عليه انت اللي بتجبهوله يعني مكانه مخالصه هو تعود على كده فجأة يلاقي نفسه في الشارع دكتورة سمر رأفت بحال ده هؤلاء الكلاب والقطط وراحت عملالهم يعني مكان مقوى وقاوت ايضا المسنين الكلاب المسنة والحيوانات الاليفة اللي سنها كبير وابتدت ايضا تطعامهم يعني ده صورة من صور يعني اعلى صور الانسانية ولو عايز تشوف اعلى صور كمان رد فعل الحيوان على ده هعرض لكم فيديو وابتدرت تتخيل ان صاحبتها ماتت شايف المعنى اللي البعض مننا بيدرب الكلاب في الشوارع بالطوب يعني حاجة لا ادمية خالق لا انسانية شايف انت شايف الحيوان يعني مستموت على المكان مش عايزة تمشي مش عايزة تمشي مش هتسيب يعني اللي هو ويا ما قرأنا على حيوانات الاليفة عندك الحصان مثلا لما بيموت صاحبه يقولك يقعد كم يوم ما يكلش لحد ما يموت دي صور من صور الرحمة يعني اللي كل الاديان السماوية حتى الانسانية بتدعوك لها